شايف الصورة العظيمة دي؟ ده كفل الصورة التحليلي ده كفل الصورة التحليلي وده شكل اللعيبة في الملعب من حبه في العملية دي صمم ملعب خشبي اللي هو اللي باين في الصورة ده وعمل 11 لعب لون و11 لعب لون تاني وبقى يشرح على الملعب ده مين اللي جاب الملعب ده أصلي؟ هو جايبه معاه هو جايبه معاه دلوقتي احنا نجيه تاتش سكريم بقى وبيدينا لا لا طبعا ادينا اختلف هو كابتن محمود عشان كان عايز يتميز في كابتن محمود خطيب الأسطورة محمود خطيب كان عايز يتميز فجاب الحاجات دي معاه عشان يبدأ يشرح على الهواء لا شوف الحب او العشق لهذا العمل انه يعني صمم وجاب حاجة كده بسيطة جدا وفيه ناس يمكن يعني اخذتها بسخرية لا ما هدي دلوقتي دي زمان فيه ناس يعني اخذتها بسخرية انما في الآخر ده اجتهاد من الناس دي طبعا كابتن محمود الخطيب بقى السورة دي عظيمة بصراحة سورة تاريخية كابتن محمود الخطيب وانت او حضرتك بتتفق معاه انه يبقى موجود في الاشتراحة التحيلية هل وجدت بقى وجدت مثلا اي مفاوضات صعبة مفاوضات شخصة لا وجدت ما انا قلت لحضرتك هو الكابتن محمود الخطيب طبيعته طول عمره انه مقل في الإذاعة والتلفزيون مقل يعني مش اي حد يقوله تعالى يوميك لا لدرجة انه كتير مننا قالوا انه عنده يعني شوية من الخجل يعني يعني هو عنده سنة كده فمش اي حد يقوله تعالى يجي يلبي لما قلنا نستقر على كابتن محمود الخطيب حتى ما فكرناش حد تاني يعني هو وعرضت عليه وكان متردد زي ما قلت لحضرت بعد ما عمالنا بروفا على لايف كده بالكاميرات وبالستوديو والشغل ده كله طيب ده اول استوديو بعد كده قلتلي استوديو تاني وثالت ورابع امتى بدأ يخش اسماء جديدة غير كبتن محمود الخطيبان بعد السيزون الاولاني ده كان كم استوديو تقريبا كان انتو لا شوف بقى حضرتك استوديو هو اللي كان السيزون ستاشر اسبوع اه كان سبعتاشر اسبوع وكان اه الكابتن محمود الخطيب هو اللي احنا بنتابع اسلوب انه يبقى نجم واحد هو اللي قاعد يحلل جميع المباريات حتى تتسق القصة يعني تبقى فيه يعني نقدر نقارن كلامه في المصر بتاعه انبارح مع النهاردة صح ليه لانه نفس الرأي من نفس الشخص نفس الرؤية خد بالك لما اغير هتتغير الرؤية لأ من اعاوز الناس بعودها على حاجة جديدة هي كانت خالص لغاية ما عدينا سيزون كامل وبعدين لقينا بقى يعني مساء اللي عايزة اه الناس تقول يعني شمعنا كابتن محمود الخطيب بس لما نجيب حد من الزمالك فبديت كلم جبت لكابتن ابراهيم يوسف الله يرحم الله يرحم ورحمة الله ابراهيم لما عرضت عليه ابراهيم يوسف قال هاجي مش البرنابج اللي بعمله كابتن محمود الخطيب هاجي فجاء على طول فبقينا نعمل حلقة محمود الخطيب وحلقة ابراهيم يوسف اللي طرفها الناد الاهلي تبقى دي محمود الخطيب اللي طرفها الناد الزمالك يبقى الكابتن ابراهيم يوسف اه بس وقتها كنت سأقول لك سؤال يبدو استاذك شواء بس لما استرجعت التاريخ افتكرت كنت أقول لك استوداءات اهلي وزمالك بس بس وقتها كنا منزيع اهلي وزمالك بس على ما اتذكر يعني جميع المتشات معنا حقوق جميع المتشات وبعدين دي قنارة يا ضيئة ازاي يعني اركز على ما اتذكر لا جميع المتشات كل المتشات كان عليها استوداءات تحلية ولا متشات الزمالك بس لا اعتقد انه كنا بنعمل جميع المتشات من السيزون التاني لما جبنا ابراهيم يوسف من الزمالك جبنا معه فاروق جعفر جبنا من الاهلي طير ابو زيد جبنا وهكذا بدينا باقي وبعدين يعني بقى جبنا مثلا حسام غويبة من المصري طبعا من المصري مرشعيين جبنا كابتن محمود بكر فترة بفترات طبعا رغم انه هو معلق اساسي واحنا ما بنعم ما نحبش ده يعني انا كنت طول عمري احب التخصص يعني المعلق معلق والمحلل محلل والمزيع مزيع طبعا والمراسل يعني لما خلط بينهم يعمل المشاهد هاي فتوسعت بقى بعد كده كابتن محمود بقى دخل مجالس الادارة في النادي الاهلي وبتاع فبقت ايه صعبة عليه فبدأ يبتعد يبتعد شوي اه يبتعد شوي